إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيس ويعلم ما في الأرحام كثير أو يتكلموا قالوا طب إزاي طب ما احنا كمان بنقدر نعرف ما في الأرحام دلوقتي الطب بيقدر يعرف حكاية أن دا المولود حيجي ذكر أو يجي ذكر أو يجي أنس فالحقيقة هم فيهم غلط وعالوا برضو أنه طب ما احنا بالوقتي بنعمل المطر هم فيهم غلط أولا فيه فرق بين لما ربنا يقول يعلم ما في الأرحام وبين احنا لما نقول الدكتور يعلم ما في الأرحام فرق كبير خالص لأن أولا علم ربنا علم الشمولي إحاطي يعني لما ربنا يقول يعلم ما في الأرحام يعني يعلم أن اللي في الرحم هنا مش بس ذكر لا دا يعلم أن اللي في الرحم هنا هتلر إلا حيطلع ويقوم من الحرب العالمية ويخرب ويغزو بولندا ويسجن ويعزب ويعتقل ويضرب نفسه بالرصاص أو يحرق نفسه كل هذا العلم الشمولي هو ده العلم الإلهي إنما يكون الدكتور يحط كده السماعة يقول آه ده هنا ذكر ده علم جزئي بسيط خالص وبعدين طبيعي إنه ربنا سبحانه تعالى إنه طمه يعلم الإنسان ما لم يعلم ما هو يعلمنا جزء دايما من علمه إنما تظل العلم الشمولي الكامل علم الله وما فيش حد طبعا لغاية دلوقتي لا دكتور ولا فلكي ولا يقدر يحط إيده على راحم واحدة يقول والله ده هنا طالع هلاكو أو هنا طالع واحد هيعمل ويسوي ويقول بقى بالتفصيل تاريخ كامل له العلم الإحاطي أو الشامل ده ما زال من خصوصية الله سبحانه وتعالى نمرد اتنين مسألة وينزل الغيس برضو نفس الحكاية لما ربنا يقول ينزل الغيس غير لما واحد عالم في أمريكا يعمل رخة مطر وينزل شوية مطر تفرق ليه بقى لأن كلمة غيس لها معنى معنى أن ربنا لما ينزل الغيس معنى أنه ينزل ينزل مطر بكمية محسوبة بحيث أنه يعمل إغاثة مش مجرد رخة لا مقدر بالزبط لا زيادة فيعمل سيل ويخرب ولا أقل فيعمل جفاف ويجوع لا لكن محسوب فيكون تكتو إغاثة فيبقى اسمه غيس وهذا الغيس ينجد بلد هذه القدرة ستظل قدرة الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن كلمة غيس تشترض فيها انضباط وإحكام بالكمية المطلوبة بالزبط على قد الناس والبهائم والحقول والمزروعات محسوبة محدش يقدر عنده الحسابات دي كلها إلا ربنا سبحانه وتعالى فبرضه دي ينتفهم الغلا وبعدين أنا عاوز أقول إن الله سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه إعطاء العلم ما هو دايما بيد علم ما هو دايما بيد علم إنه بيقول لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعني حتى الغيب ربنا استسنى فيه وقال أنا حدي بعض الغيب لرسلي فما بالمسائل للشهادة والمطر والأرخام والحاجات دي من علوم الشهادة يعني علوم متاحة وربنا بيد منها بقدر فديا علم الإنسان ما لم يعلم دي هي دي يعني صفة الله المربي سبحانه وتعالى ثم هم نسوا إن الآية فيها انضباط غريب أوي لأن لما تقرها كلها يقول إن الله عنده علم الساعة يعني العلم اللي اتصف بالعندية إنه هو عنده اللي هو محزور علينا كلنا لأنه عنده هو علم الساعة الباقي قال ما قالش عنده بقى لما جيه قال الغيس والأرخام ما قالش عنده لا قال وينزل الغيس ويعلم ما في الأرخام العندية اختصت بس ب مسألة الساعة قال إن الله عنده علم الساعة فده بقى اللي عنده ومش عندنا ومش هيكون دي خصوصية حزرها على الناس وأعطى هذه الخصوصية لنفسه إن الله عنده علم الساعة الباقي ما قالش عليهم عنده بقى الباقي قال عال قال وينزل الغيس ويعلم ما في الأرخام فدي برضو نقطة فاتت على اللي فهمه الآية إن فيه جزء من المعلومات بتاع الآية لها خصوصية ربنا حزرها على الناس وقال عنده بس إنما الباقي الله يعلم منه ما شاء يعطي من علمه في الباقي بقى ما يشاء لمن يشاء